اشتركوا في القناة اكتفاء ذاتي بل كمان ونصدر للخارج ليه لا؟ ليه لا؟ الغذاء هو اهم حاجة بجد بيقوم عليها المحور الحياة بصفة عامة علشان نتكلم في ده لازم يكون معا متخصصين في المطاة دي الاول اسمحولي ارحب بضيوفي الاعزاء والكرام الست سامح عويضة عضو مجلس ادارة نقاب الصحفيين اهلا بش مهندس اهلا بحرارك اهلا بحرارك قلت المهندس بس مش صحفيين زراعيين الزراعيين مش عارف الليه مش عارف الليه قلب معا صحفيين هالفاتر فاتت دي يا جماعة كمان معايا ضيفي الكريم الاستاذ عبدالله امام عضو مجلس ادارة نقابة الزراعيين اهلا بحرارك شكرا للاستضافة الجميلة دي طبعا انا عزو لكم بس الاول وكل اللي بشوفنا دلوقتي ان البلد كلها صحفيين وعزو لكم كمان ان من حق ان انا انشر دولة السوشال ميديا الفيسبوك واليوتيوب وتويتر وانستجرام كلنا بقينا صحفيين وكلنا واحنا كنا عاديين بره بنتكلم في الموضوع ده فبقى تتعلينا قصة الصحافة شوي اتاحت لينا لن احنا صراحة يعني نقدر ان احنا نعبر ونوصل وزي ما قالوا يعني ان العالم بقى قرية صغيرة اه طبعا هو يعني ممكن اقول الاعلام دلوقتي والصحافة بيهتم بكل المشاكل وكل الحالات الاجتماعية لكن مفيش حد فوكس اكتر على مجال الزراعي وان كان مجال الزراعي دوت هو الاهم في المرحلة الحالية بالظبط يعني القليلين جدا اللي بيهتموا ان هم يركزوا على دول الزراع في مصر والناس اللي بيعملوا صمرات والناس اللي بيعملوا انجازات في المجال الزراعي قليل جدا طبعا من ضمنهم ببرنامجي انا من البرامج اللي فعلا انا شايف الناس كلها لازم انها يتركز معا فيه افكار جديدة بتنزل مبادرات فعلا كتيرة والواحد محتاج ان هو يعني يعني يوصل بالمبادرة دية لحد يتبنىها بحيث ان هي تقدر انها تنتشر وتقدر انها تلاقي الراعي ليها وتلاقي الداعم ليها يعني بدون ان احنا نستفيد في الكلام العام يعني احنا دلوقتي عندنا بنقول احنا عندنا مشاكل بس احنا مش حابين ان احنا نتكلم فيها قد من احنا نتكلم في الحلول احنا كلامنا ايجابي بالظبط واحنا طالعين ليه الناس بتفرج علينا بجال نديهم امل ونديهم عاوزين يكون فيه امل وفيه كلام نديهم حل ابنا نديهم المشكلة طب احنا كنا في حلقة سابقة من البرنامج اتكلمنا في فكرة ان انا في البيت انا حتى سميتها كده خضارك في بيتك ازاي يا استيس عبدالله او باشمانس عبدالله نقدر نقنع الناس اللي بتشوفنا دلوقتي يزرعوا في البلكونات بتاعتهم يزرعوا في الاسطح بتاعت البيوت بدل ما هي مخزن وكراكيب وبتلم بقى قوارض وبتلم كوارث كده ازاي نقدر نقنعهم من هما يزرعوا الاسطح والبلكونات ومداخل البيوت راحوا موضوع زراعة الاسطح وزراعة البلكونات والكلام ده احنا خطينا موضوع الاقناع دلوقتي احتياج او الزام ان كل واحد يقدر انه هو يعمل المبادرة ديته ويمشي فيها ان هو يزرع السطح بتاعه يعني هنقول الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده او الحاجات اللي بتتألف كل مبادرة ان مظهر جمالي والحد من التلوث وان انت بتنتج خضار او فاكهة انت ضمنها انت اللي عملها بايدك ده حتى فيها فرحة ان انت لما تاكل بايدك فيها متعة يعني غير عادية فان انا بسهل اقول انا بحاول اقناعك لا احنا لازم ان احنا نبتني ان احنا ننفذ لازم ان احنا يعني يبقى عندنا قلية او خطة او مبادرة يعني فعلا قابلة للتنفيذ مش مجرد ان احنا بنطلع نتكلم ونقول لماعه لازم زراعة الاسطح دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه حاليا ده بقى بش اختيار يعني انا عايز اقول ان هو مبقاش اختيار شوفها بادع شكرا مخرجنا الرائع او بشوفت الصور بدت تنزلها اه طبعا احنا على فكرة عايز اقول لحضر حاجة احنا يعتبر الدولة التالتة في زراعة الاسطح دي على فكرة يعني انا يعني معلومة انا شوف الخضار رائع ازاي شوف يعني شوف النظر وجميل وخالي من كمويات وخالي من الحاجات المسرطنة اللي احنا بننفق ملايين الملايين عشان نعالج بعد كده شعبنا منها طب وليه طب ما احنا من الاول عندنا شوف البساطة لزراعة الاسطح شوف زراعة غير التحل دي حاجة سهلة وبسيطة انت بتستفيد منها من كذا اتجاه اتجاه الاولان ان انت بتحصل على الغذاء بتاعك اللي انت زرعه بنفسك بتبقى واصل خضاما تماما ان الخضار اللي انت بتزرعه دوت مفيش فيه اي مواد مسممة او مفيش فيه اي مشاكل اللي احنا بنشوفها من سببات الاسمدة وموبيلات الليال المضروبة لفي السوق بتزرع الحاجة اللي انت فيها احتياج بالنسبة لك تاني كمان ان انت بتوفر على نفسك محصول انت محتاجه وتكلفها قد لا ده انا عايز ولك شوف غير المنظر الجمالي طبعا الكلمة عجبيتني اوي متعة كده وانت طالع كده فتح البلكونة وشوف المنظر الجميل ده اه ده فوق سطح من الاسطح انت طالع كده الصبح كده بتستنشق هواء تفرد ايديك كده بتستنشق هواء نقي وتلمي محصولك اللي انت زرعته معلش يعني الميدام عندك بتعمل طبق صلطة تحت واخد لها خصاية واخد لها خياراية حباية الطماطر حالتك بتوصل لرحالة الاكتفاء الذاتي يعني انت كل حاجة محتاجها في البيت بتلاقيها موجود عندك وانت زرعتها بنفسك وتعالى المنظر كمان اهم واكبر المظهر الجمالي من الطيارة معلش كتير جدا حتى لما بيجونا ويعني زميالنا اللي بيجيين يعني جايين زيارة أو جايين بيأسة قولوا انا شايفين قد الخرصانية من فوق المظهر نفسه لازم يتغير لازم يبقى زراعة الاسطح يعني ده ده حضارة للبلد لما يكون فيه حد جاي ويشوف مظهر اقدر كده وخاصة ان انا عندي في المحافظات ذات الكسافة العالية مفيش حياة ذات زراعية مفيش غير الاسطح شوف المنظر قديه جميل اهو ده خيار شايف انا يعني والله اولا احد اخدها كده واضي الطماطم يا جماعة الموضوع جميل اوي جميل اوي هو بسيط هو بسيط مش محتاج مش محتاج اللي ايه مثلا او مثلا شركات كبيرة انلاقعة تعمل ملايين الافدينة واعمل زراعات لا ده الموضوع بسيط وبعدين انت في وقت من الاوقات معلش مش عايز اقول هتجبر ان انت تعمل الحاجة بيدك اه شبكة الراي نفسها مغلقة انت مش محتاج ان انت تقول طب الميا لا ده انت بتعمل نظام راي مغلق ايه نفس الميا انت بتستفيد بيها ونقط حاجات بسيطة انت هلا حصل اه بشمانس مش دخل برضو في النظام دوت نظام الاستزراع السمكي بالضبط هيدربونيك كمان ها الهيدربونيك والاكوابونيك هتفكروا كده تخيلوا معايا بس احنا عايزين نغير المفهوم في الشفرة المصرية علشان الناس اللي مشوفون الوقت يقتنع بالكلام ده ويقولك معقولة يا محمد هنعمل فوق السطح احواط سمك لان الموضوع ده ممكن يتنفذ واش ممكن يتنفذ ومتنفذ احنا الدولة التالتة في موضوع زراعة الاسطح بس هي الفكرة ها زراعة خضروات او زراعة زهور لا يا فاندم زراعات محاصيل عندنا زراعة التماطم والخضر والفارولة والزراعات حتى فيه يعني انا اعرف ناس عاملين الاسطح بتاعتهم متكاملة للبيت بالموضوع عاوز الناس دي بقى بصوا احنا على الهوى يا جماعة اهو باش مانس عبدالله ادبس والدام مننا على الهوى لا يا فاندم نعاوز ان شاء الله في الحلقات الجاية ان شاء الله عاوز الناس اللي زر على الاسطح دي باش محنس بكارية ريت بنوه بقول على الهوى نابل من الناس اللي يعني عايز اقول لحضراتك بيفرحنا بالصفقة بتاعته اللي كل ما هي المحصول لازم يدينا صورة الاسس ايه يعني يا جماعة صورة معنى عشان بس الاسف هو كذا برس هو اضميات ولا اقول هو احلى نسع لي والله وكمان يعني عايز اقول لحضراتك ان مديريات الزراعة ابتدت ان هي فعلا انتقل المشروع محتاجين بس ان نطلع من موضوع المناقشة والاقناع لموضوع الالزام ونبتن احنا ناخد خطوات جدية ده اللي انا عايز اخده منك وانقل على طول على البشوان السامح واقول ازاي انا اقدر اوصل الفكر ده للمواطن يقتنع بيه ازاي النهاردة طبعا انا ما بحبش اتدخل فيه الشغل المديريات الزراعة والادارات الزراعية وكده هما قادرة طبعا مش قلنهم لكن انا النهاردة طالع عشان خاطر الناس بلدنا الناس الطيبين حبايبي اللي بتفرجوا عليا ازاي اقدر اخناحهم ان هما المبادرة دي تتعمل بجد هو الاخناع طبعا بيجي عن طريق ان هما شافوا النتايب وصد عينهم شافوا المنتج بنفسهم شافوا الخضر اللي هما شافينا في السوق موجودة عندهم في البلاكونات او موجودة في الاسطح ولكن خلينا اتنقل لنقطة تانية ان فيه دور مهم جدا هو دور توعية ودور ارشادي للناس الدور التوعية والدور الارشادي دوت بيتوفر من كذا انتوقتها ما حالك قلت جزء منه اللي هو جزء الحكومي وهو بيعمل دوره طبعا عن طريق هيئات القطاع الحكومي زي مديرات الزراعة بمختلف محافظاتها ومركزها وفيه جزء مهم جدا هو الجزء الخاص بالقطاع الخاص القطاع الخاص هو بيوفر ممكن تقول حدقا من 60% ل70% من احتياجات السوق للمجال دوت زي تقاوي اسمدة شركات متخصصة متخصصة بالزراعة كل الحاجات دي كلها معظم الناس اللي شغلين في الزراعة يعرفوا مثلا فيه معارض بتبقى خاصة بتوفير المستلزمات لانتاج الزراعي زي مثلا كان من شهرين كده كان فيه معارض ضخم جدا اسم معارض صحارة اكيد كل الناس اللي شغلين في الزراعة عارفين معارض ده كان موجود فيه فوق 20 الف زائر تخير الحدق كان موجود فيه فوق الربعمائة شركة موجود فيه اكتر من خمسين دولة كل دول موجودين ومسخرين نفسهم علشان المهتم بمجال الزراعي وعلشان نشر التوعية الزراعية في السوق فالحاجة زي كده هي متوفرة وفيه دايما تطوير دائم للموضوع دوت حالك وتسألت البش مهندس المساحة اللي هتكفيني ان انا اعملها على فكرة مش شرط ان احنا يكون عندنا فدان ولا اتنين فدان ولا حتى ايراط لا احنا ممكن حرطك انت قوضة صغيرة قوضة صغيرة ممكن تعمل فيها حاجات كتيرة بش شرط زراعة على فكرة البلكونة مثلا البلكونة نقدر منزرع فيها؟ بلا حالك ممكن جزء من القوضة كمان تزرع فيها في حاجات زي الزراعة بالشكل بش هو ده الهدف انا باتكلم على حاجات كتير تحت مسمى الزراعة عشان بس الناس ما تاخدش في الدماغة ان هو الزراعة ما لازم ازرع فلفل وطماطم وخير لا انا عندي تدوير النفايات المنزلية برضو ضمن التخصصات دي اللي هي الفيرم كومبيست الدودة بسيطة ممكن تاخد فضلات الاكل تحولها للسماد برضو للزرعة بتاعك وبش تاخد حاجة طب جماعة الحاجات دي نصلها ازاي نعرفها فين لازم الشركات المتخصصة اللي موجودة تنتنقل من المعارض اللي احنا بنروحها لتنقل للأحياء والمدارس يعني تنقل الثقافة دي تبقى من المعارض المغلقة والحاجات الفخمة اللي احنا بنشوفها وفعلا هي بتبقى حاجات يعني مشرفة للبلد حقيقة ان هي تلم يعني الكم من الكوادر اللي موجودة في المعارض دي بس للأسف داخل حجر مغلقة انا عايز نقلهم للمدارس عايز نقلهم للأحياء عايز نقلهم للمناطق العادية الأحياء العادية عايز نشوف مصر من فوق فعلا خضرة بالصواء برضو يا باشمانلس مع حدث طبعا في الكلام دوت ولكن هو الشركات وهيئات القطاع الحكومي والقطاع الخاص هي بتقوم فعلا بدول التواهية دوت يعني عندك مثلا في النقافة الزرعين احنا كنا لسه عاملين دورات مشروع ازرع شجرة ازرع شجرة ازرع شجرة احنا زينا نتخلص من البيكاس والاكاسي والحاجات دي ونزرع اشجار مسمرة يعني النهاردة احنا كمصريين يا جماعة احنا بنتكلم على الليمون شجرة الليمون بجد لها خير غير طبيعي وكمان لها رائحة طيبة جدا ومسمرة واتوفار لك انتاج احنا عندنا من 3 شهور على ازمة كبيرة جدا في موضوع الليمون وصل كيلو الليمون وانتعب بتعب بطبيعاتنا كمصريين عادنا بقى نحظر ونوكت طب اعزينا جماعة خطة بقى نحاول ان احنا نمرش بالملاحة اللي دي تاني يعني بش لازم محصول الليمون لا بش لازم ان هو ينقص ويوصل التمن بتاعه الارقام فلكية طيب قولي بس انا برضو انا عاوز استغل اللقاء ده بجد انا جايب متخصصين علشان استفيد انا شخصيا والناس اللي بتفرجوا علينا يستفيدوا ازاي نقدر انقنع اصحاب المحلات واصحاب الاراضي النهاردة ناس تستبدل الفيكاس بلمون جوافة زتون التوت ده مشروع مربح جدا من خلال حتى فيه مدينة الحرير دي بتعمل قريب وحاجة يعني فوق الخيال انت حضرتك من شجرة التوت بتاخد انتاج جميل انت حضرتك عارف الكلام ده باش مهدس عشان انت متخصص لكن انا راجل اهوت تمام عندي محل محل يدوم محل بآلة وكده وحطت شجرة فيكاس قدام مني بطموه بافضل اريد يدي مياه بتشرب مياه رهيبة ازاي عاوزك تقنعني استبدلها بشجرة لمون او جوافة او زتون لازم يا فندم اعمل ثقافة الزرعة الزرعة ذات نفسها ثقافة انا لازم اعرف ايه اللي هيفيدني لازم انقل للطفل الصغير في المدرسة ايه اللي بيفيد وايه اللي بيدر ايه احتياجي من الشجرة دي عشان اقدر الطفل دوت يعني لما يكبر هو كده كده يعني هيعمل اللي هو تعلمه بس كمان هينقلهم في البيت هينقل والدته هينقل لخته الكبيرة هينقل والده يعني حضرتك شايف التواجه تبدأ من المدرسة والحايمة طيب بشمارت سامح انا شايف الموضوع في الاول يبدأ من السعي يعني الشخص نفسه لازم هو يسأل ويطاق لازم يستفسر ويسأل يسأل مين ويسأل فين كل يعني كل الناس اهل الخبرة والحيئات والمراكز ينتشروا ينتشرين في كل المحافظات وفي كل المراكز كنت قلت لك ان احنا عندنا لو كلمنا على وزارة الزراعة مثلا الوزارة الزراعة ليها في كل محافظة هيئة مستقلة بذاتها ومتخصصة للمحافظة وكل محافظة ليها مدريات زراعة موجودة في كل مركز من المراكز وكل مركز زي مثلا عندنا في الجيزة في مدريت زراعة خاصة بإمبابا وإمبابا لو حدقك دخلت تحت إمبابا هتلاقي تحتيها تاما المدريت زراعة عايزة تيس بقى لك موجودين في مراكز القرار علشان للأسف احنا الوقت بيدهمنا انا عاوز رسالة رسالة لأهلين الموظفين الموظف اللي يدوبك ماشي نفسه كده عايزين نقنعه ازاي يقدر يفكر كده العلب البلاستيك اللي عنده دي ازاي قدر يزرع شوية جرجير شوية بادونس شوية شبت وغدمكو اولا احنا فعصة زي ما حدقك قلت في اول الحلقة فعصة السوشال ميديا مش فيش حاجة يعني مستخبية على حد فيه جروبات موجودة على النت بغزارة منها انا مشترك فيها منها زراعة البلكونة جروب بيفيد اي حد يعني عايز ان هو يخضر الشبت بتاعه حتى يحط فيها زي ما حدقك قلت كده الطبق البلاستيك اللي حط فيه فلايا فاكر حدقك اللي حياتك اللي بتعليبها في المدارس ازاي اتاحة المعلومة موجودة على كل المستويات حتى لو هو توجه للفرع بتاع النقابة وابتدأ ان هو يعني ييجي مثلا لعضو مجلس او ييجي حتى المهندس زراعة يتعرف عليه هيفيدوا يقولوا على المشتر الحاجة التانية المشاتل المشاتل مهمة جدا في الاحياء لازم يدو تصريح ان المشاتل تنتشر ويشجعوا ان المشتر يبقى موجود ده مقترح اكتر مرة في نقطة كمان في نقطة كمان معلاش الناس برضو بتفتكر ان الزراعة هو كل ما يخص النبات ولكن احنا في عندنا قطاعات تانية مهمة وكتيرة جدا ومنتشرة في السوق يعني زي عندنا زي عندنا تربية الدواجن تربية الدواجن للوقت يبقى موجودة ده محتاجة حلقات وحلقات الموضوع تصنيه الغذائي ده برضو جزء كبير لا الموضوع محتاج حلقات وحلقات احنا النهاردة والله منتزاحم الافكار يا سيد محمد الواحد يعني عايز يقول حاجات كتير انشاء الله في الحلقات اللي جاية عشان بخرج بتاعنا انشاء الله بيقول لنا خلاص يا جماعة انا بشكرك يا بشوانس عبدالله بجد انا بتشرفك معي وانا سعيد بجد بالمعلومات القيمة اللي حضرتك بتها بشوانس سمع مش جديد عليك التقلق بجد بالمعلومات اللي اثرتنا بيها النهاردة واللي كمان مشاهدين في الناس من بلدنا بجد بجد استمدوا منها بشكرك جدا على وجودك معي بشكرك جدا يا جماعة وعلى وعد نكونوا معي في اكتر من حلقة لان انا الموضوع شيق حتى بالنسبة لانشخصية وفعلا احنا نتعدين من مرحلة المنقشة ان شاء الله لمرحلة البدء تمام بكده انتهت حلقتنا النهاردة لكن ما انتهتش خدماتنا زي دايما ما انا بقول في حلقاتي ناس من بلدنا في خدمة بلدنا العزيزة الحبيبة الغالية مصر وكل ناس بلدنا الطيبين انتو احنا وهم وكل فريق العمل طلعين علشانكم انتو اشكركم جدا واستنوني يوم الجمعة اللي جاي قبل دلوقتي بساعة وابداعات وتكات وحركات ناس من بلدنا